السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسل باور بيفوت الفيديو بي بي زيرو تو عنوان الفيديو استخراج البيانات وإعداد الديتا موضل بس هنتكلم فيه عن ست موضوعات مختلفة أول موضوع هنتفرغ لأربع طرق الاستخراج البيانات من مصادر مختلفة وحنعرف مع بعض ان الـ Power Query هو الأفضل وحنعرف ليه الموضوع الثاني نحن كانوا نفاتت عن ان فيه مليون صف ده أقصى حاجة في الإكسل ما قدراش نشتغل على أكتر مليون صف من البيانات المرة دي هنشتغل على عشرة مليون صف وهتشوف ازاي الريبورت بتاعك بيبقى سريع جدا الموضوع الثالث هنتفرغ لحاجة اسمها الـ Star Schema هنفهم يعني إيه Star Schema أو مخطط النجمة وده أحد أشكال التصميمات اللي بتاعل بيها نموذج البيانات هي الأشهر على الإطلاق وهي أحسن طريقة ممكن أن أنظم بيها نموذج البيانات هنشوف الفرق بين Implicit Major والExplicit Major طبعا المجر هي المعادلة اللي مكتوبة بالداكس اللي بستعملها جوه الـ Payful Table هنفهم يعني إيه معادلة ضمنية ويعني إيه معادلة صريحة وحنفهم إيه الفرق بينهم وهنعرف اللي حب نفضل واحدة عن الثانية الموضوع الخامس هنكتب مع بعض 3 معادلات داكس معادلة Sum كمان معادلة Count ومعادلة Lift شبه اللي موجودين في الإكسل مفيش فرق كبير ولكن هنشوفهم جوه داكس بيتكتبوا إزاي والموضوع الأخير هنشوف تحت أماكن ممكن أكتب جواهم معادلة داكس مش بس الـ Power Pivot Window كمان جوه الإكسل ويندو العادية في مكانين أقدر أكتب فيهم معادلات داكس قبل ما نروح على الإكسل تعال بسرعة نتكلم على المثال العملي في المثال بتاع النهاردة عندي فولدر موجود فيه 8 CSV فايل زي ما حاك شايف كده بيمثلوا المبيعات السنوية لـ 8 سنوات ابتداء من 2011 وحتى 2018 لو بصيت بسرعة كده هتلاقي أن حجم كل فايل حوالي من 25 إلى 40 ميجا إجمالي الصفوف الموجودة في الثامن فايلت مع بعض حوالي 8 مليون صف والسايز بتاعهم 300 ميجا بايت أو أكتر شوية أقدر أعتبر دول إيه؟ أقدر أعتبرهم 8 جداول المعاملات لأن زي ما اتفعل مرحباً لفات فيها اسمها جداول المعاملات اللي بيكون موجود فيه الترانزاكشنز أو المعاملات اليومية أو الشهرية لو فتحت أي واحد فيهم هيكون شكله بالطريقة تقريباً الـ Product ID وعندي Channel ID يعني هنا المنتج الكود بتاع المنتج وكود التشانل أو قناة البيع وكمان عندي الكود بتاع الريجن أو كود المنطقة وعندي تاريخ وعندي الكمية المباعة وعندي الـ Discount طيب مش كده بس عندي كمان تلت جداول البحث احنا اتفعنا فيه نوعين من الجداول جدول البحث أو جدول المعاملات جداول البحث اللي موجودة عندي هم تلت جداول الجدول الأول جدول الـ Channel أو جدول قنوات البيع وإذا ما انت شايف موجود فيه اسم الـ Channel والـ Channel ID أو كود الـ Channel بعد كده كمان الـ Region ليها تابل صغير فيه أسامي الـ Regions وفيه كمان الـ ID بتاع الـ Region أو كود بتاع الـ Region وكمان عندي جدول البحث اللي المنتجات موجود فيه كود المنتج موجود فيه اسم المنتج وموجود فيه الكاتيجري بتاع المنتج وآخر حاجة سعر المنتج دول مش موجودين في أماكن واحدة يعني أول واحد هيكون موجود في الـ Excel sheet اللي مش تغير عليها موجود في Table Format ده موجود في نفس الـ Excel sheet بس يعباره عن سيل رينج طبيعي مش جدول وده موجود في فايل مستقل خالص فمحتاج أروح أجيبه أو أعمل عليه Connect وحنشوف إزاي قدر أعمل كل واحدة من دول المطلوب أن أنا باستخدام كل الـ Data اللي موجودة قدامي التمانية CSV فايل والتلاتة Locab Table الموجودين المطلوب أن أنا أعمل تقرير عن كميات المباع سنويا متقسم حسب المنتج والمنطقة أو الـ Region وقناة البيع اللي هي Channel كمان محتاج أعمل حزبتين الحزبة الأولى أحسب عادل معاملات لكل منتج أو منطقة أو قناة بيع والحاجة الأخيرة أعمل حزبة لمتوسط الكميات لكل معاملة برضو حسب المنتج والمنطقة وقناة البيع مش كده وبس في النهاية هنجيب فايلين جداد بتوع سنة 2019 و2020 هنحطهم جوه نفس الفولدور بتاع CSV وهنعمل Refresh للPivotTables بتاعتنا هنلاقي كل حاجة حصل لها Update Automatic من غير حظرك ما تعمل أي إعادة لأي خطوة من الخطوات اللي هنشتغل عليها مع بعض وزي ما قلنا دي من أهم مميزات Data Model والPower Query لما بيشتغلوا كلهم مع بعض ده الExcel Workbook اللي هنشتغل عليه زي ما انت شايف ما فيهوش غير شيت واحدة موجود فيها اتنين تابل اتنين من اللوكب تابل واحد بتاع المنطقة أو الريجن والتنين بتاع قنوات البيع أو الشانل لو روحنا على الفولدور زي ما انت شايف حالك ده الفولدور فيه التمانية CSV فايل زي ما اتفقنا ولو روحنا على الExcel Sheet التانية زي ما اتفقنا برضو إن اللوكب تابل بتاع البرودكتس موجود فيه Excel Sheet تانية اسمها اللوكب تابلز المطلوب إن أنا وانا واقف على الشيت اللي هشتغل عليها اللي هي اللي موجود فيها بس اتنين تابلز دول احط كل الديتا دي جوا الديتا موضل وبعدين ابدأ اكون الستار سكيمة عشان بعد كده اعمل البيفو التابلز بتاعتي واطلع التقارير فتعا نبدأ باللي موجود عندي في الExcel Sheet أول حاجة التو تابلز دول واحد فيهم هحولوا لتابل فورمات وانا واقف جوا أي سل حدوس على شوت كات كنترول تي حيفتح لي create table window وحيسأني اذا كان عندك هيدرز وانا عندي فعلا هيدرز حدوس على اوكي على طول اتحول الى table يفضل مش بس يفضل هو لازم تديره اسم ليه معنى لان بعد كده لما هروح اودي الديتا موضل هيفضل بنفس الاسم اللي واخده من هنا وتغيره بعد كده هيكون صعب جدا ومتعب جدا تعالى نستلف الاسم اللي موجود هنا ونسميه مثلا region control v وندوز enter وانا واقف على اي سل جوا ال table هروح على power pivot ribbon من على الشمال هلاقي حاجة اسمها add to data model اول ما هدوس عليها هيلانش ال power pivot window وهلاقي زي ما هكشايف كده ال table بتاعي موجود جوا data model وبالتالي موجود جوا ال power pivot window تعالى نجرب كم حاجة مع بعض ونشوف ازاي لما بحول اي data table واردخلها جوا ال power pivot اللي بيحصل تعالى نزود في row 9 نزود مثلا let's say مثلا port سعيد وادوس enter هيزود لي line جديد جوا ال table وتعالى ننديل رقم جديد وليكن 3008 وتعالى نرجع تاني على power pivot ونقف جوا اي سل جوا ال table ده ونروح اقول له refresh اول ما حمل refresh هيقول لي والله انا عملت 8 rows transferred لو تلو close هتلاقي السطر الجديد اضاف وادي port تعالى نزود column كمان ونحط فيه معلومة ولتكن مثلا نسميه قطاع او sector ونقول مثلا والله القاهرة والجيزة نسميها greater كايرو تعالى بقى نروح تاني تعالى نقف هنا ونقول له والله refresh نفس الكلام اعمل close هتلاقي ال column بتاع sector اضاف يبقى طالما انا اعمل table اي تغيير هيحصل في table لو روحت على power pivot عملت refresh هتلاقي data reflected جوا power pivot ما عندكش اي مشاكل خالص عشان كده table من الحاجات الفعالة اللي ممكن استخدمها عشان اضيف بيانات جوا ال pivot table انا مش محتاج بصراحة ال new column ده هشيله ولا محتاج ال record الجديد ده فبرضو هشيله طبعا محتاج ارجع هنا واقول له لو سمحت اعمل refresh هتلاقي data بتاعتك رجعت للشكل الاصلي طب هل في طريقة تاني ادخل data جوا ال data model او power pivot ما فيش مشكلة برضو عندك طرق اخرى فتعال لكن مشكلة احيوديها على طول بال default name وليكن مثلا table 2 ومش طعف تغيرها بسهولة فافضل انك تحاول ها table الاول وبعد كانت اقول له add to data model escape هل في طريقة تالتة اه في طريقة تالتة ممكن اختار range كله واعمل ctrl c يعني copy زي ما بعمل في ال excel العادي واروح على window بتاعة power pivot واروح اقول له لو سمحت اعمل paste اول ما هعمل paste هو الواحد وحيفهم ما انا عايز اعمل paste في جدول جديد وهيفتح لي window اللي هك شايف ها دي ويطلب مني اسم للtable وده مثلا هنسميه ازي ما اتفقنا channel وهو هنا اعلم لوحده على use column header لو عملتها uncheck هيسمي column 1 و column 2 طبعا انا مش عايز كده فخليها لكن طبعا لو رجعت تاني على الexcel مش محتاج اقول لك انا لو زودت اي حاجة هنا مش هيحصل اي حاجة زي ما حصل في table لانا انا اخدها copy و paste فبالتالي اي تغيير هنا مش هيسمع هناك طبعا انا مش نوع اغير فيها فخلاص it's okay ممكن اسمها زي ما هي فاضل عندي اجيب look up table الثالث وزي ما اتفقنا هو موجود في excel workbook تانية في شيت اسمها product والexcel شيت اسمها look up tables قبل ما اتconnect عليها من جوه الpower pivot window محتاج الاول اقفلها وطبعا لازم اعمل لها save و هروح على power pivot window من home ribbon هلقي حاجة اسمها get external data هاختار منها حاجة from other source هيفتح ويندوز مها connect to data source طبعا زي ما انت شايف في options كتير جدا زي ما شايف كده ممكن انزل تحت خالص هلقي حاجة اسمها from excel file لو علمت عليها وقلت له next هيطلب مني المكان اللي موجود في excel file ده هنعمل browse ده اسم الفايل هقول open ما تنساش دوس على use first row as header ده المكان الوحيد اللي ممكن اعمل في كده next لو قلت next هيفتح لي الويندو دي فيها اسامي sheets او objects اللي موجودة جوة ال excel workbook اللي انا بكون نكت عليه زي ما اتفقنا sheets اسمها product موجودة هنا هعلم عليها كده هيجيب لي بس product ممكن اعمل preview and filter موجودة هنا هيفتح لي window ظريف قوي وابدأ ممكن اختار columns اللي انا عايزها يعني لو في حاجة انا مش محتاج ها ممكن ماخدهاش مثلا انا مش محتاج ال commissions دي معلومة اضافية مش هحتاج فيها اي حاجة خالص فممكن اعمل uncheck زي ما عملت كده هه حتدوس على ok وبعد كده هتدوس على finish هيبدأ يعمل connection وقال success 25 rows transferred وانا دست على close ادي اسم sheet او اسم table الجديد الاسم product واد الدي الديتا كلها موجودة طيب انا كده جبت التلاتة look up tables لو روحت بقى ال diagram view هتلاقي حرك المنظر الزريف ده هتلاقي region وحتلاقي channel وحتلاقي product tables مفيش مشكلة فاضلي اشوف هعمل ايه في التمن جداو المعاملات اللي هما من اول 2011 ومن 2011 لحد 2018 تعال نجرب فهنروح على نفس الكلام from other source وينزل تحت خالص حاجة اسمها text خد بالك text ده ينفع csv وينفع text مفيش مشكلة يعني لو عندك csv file ممكن اختار دي ولو عندك text file برضو ممكن اختار دي بعد كده هعمل next وهيطلب مني نفس الكلام فين المكان اللي عايز تكون نكت عليه ده الفولدر اللي عايز اكون نكت عليه وممكن اختار واحد منهم انا عندي 8 فايل فن يكون اختار اول واحد اللي هو sales 2011 ونقول لو سمحت اعمل open ادي حرك preview للديتا خد بالك هنا csv بقى ادي اول صف موجود في الهادرز فمحتاج ادوس هنا عشان اقول use first row as column header اول واحد هعمل promotion وهيحط ها لك فوق في اسامي او في عناوين الاعمدة ده sales rep id مش محتاجه عندك بعد كده product محتاجه channel segment مش محتاجها ممكن اعمل uncheck ويه لكن مفيش مشكلة اقول او بيقول import in progress وحيبدأ يعمل عملية loading one file remaining زي ما تشاه عمالي يعد 130 000 رو 210 1000 رو وهكذا كده خلص 897 1000 رو حصل لهم loading ولو قلت له close هيبدأ ينشئ الجدول زي ما عمل المرة اللي فاتت ادي جدول ظهار لي هنا لو حبيدت اتفرج عليه في data view مفيش مشكلة حدوس على data view وقادي sales 2011 وتعال نبص على data مفيش مشايك بص كده على discount شاف ايه شاف text انا عرفت انه شاف text لو حرجت رأيت فوق كده وبص تلاقي data type مكتوب text طيب ممكن نغيرها تعال نجرب لو حاولت غيرها كده discount rate وبعدين enter واول ما هعمل كده هيوديني على طول على formula bar زي ما اتفقنا عشان اعمل column جديد لازم يكون بمعادلة فهروح على formula bar انا عايز افصل السبعتاشر عن البرسنت لانه واضح انه هو مش فهمها فتعال نكتب مع بعض معادة lift زي موجودة في ال excel اكتب left t وابعد كده اعمل tab زي excel بالزبط طلب منك text طبعا زي ما اتفقنا بختار عمود على بعضه فبال cursor هلاقي السهم الاسود لو دوست عليه هيكتب لي اسم table sales 2011 وحط لي بين 2 square bracket اسم column اللي هو discount بعد كده اعمل number of characters هو دايما النسبة المقوية عبارة عن رقمين فهحط 2 وبعد كده اقفل القوس ودوس على enter هتلاح ركنا العمود الجديد بقى فيه رقم 17 بس هو ليس text وموض 17 10% ما فيش مشكلة ارجع تاني على formula bar او ارجع اعمل edit للفورمولا لو اسمت على 100 ودوست enter كده خلاص هو فهم انه رقم وعاف ازاي انت شايف بدأ من على يمين الارقام هتلاح مكتوبة بتبدأ من اليمين ولكن text ببدأ من الشمال عشان كده انا هنا اقوم بسط عليها فهم تعطول ان هي text لو طلعت فوق هو auto ادى لك هكسمها auto وسميها decimal number ممكن انا اغيرها وقاله لا هي فعلا decimal number بلاش الموضوع auto window ولكن المشكلة ان انا محتاج اعمل كده كم مرة محتاج اعمل كده 8 مرات مع كل فايل بيجيلي مش كده بس كمان تعال نرجع ال diagram view ونشوف خد بالك هنا حلاق diagram view في 8 فايلات وحتطر اعمل connection او اعمل relation ما بين 3 جداول دول وت8 فايلات طبعا ده تقدر تقول ان هو modeling او انشاء تصميم للنموذج البيانات بشكل سيء جدا وحتاج تخلي عندك master table يكون فيه sales كلها بتاعة 8 سنين كلهم تحت بعض عشان يبقى عندك هنا table واحد تسميه مثلا all sales وتعمل بس relation ما بين جداد جداول دول والجدول الجديد اللي هنسميه بعد كده all sales وعشان اعمل الكلام ده هي احسن طريقة اعمله بالpower query فبعد اذنك انا هختار الجدول ده ومش عايز خالص فهعمل delete هختار وادوس على delete وحجيلي ميسج confirm delete from model هقول ايوة انا مش عايز وانا هشتغل بطريقة تانية خالص هشتغل عن طريق الpower query وبالتالي حقف الخالص هنا هنروح على data وعلى الشمال خالص هنروح على get data وبعد كده from file وانزل تحت خالص عشان اختار from folder هيفتح ويندوز وغيرة ويقول لي فين ال address اللي انت عايز تعمل عليه connection جهة ويندوز صغيرة دي هقف اختار folder path وcontrol v عشان اعمل paste انا كنت اعمل copy قبل كده هدوس على اوك هيفتح لي navigator بتاع power query طبعا احنا عملنا القصة دي قبل كده في اكتر من فيديو في فيديو هين تكلموا عن فكرة ان انا connect على folder كامل عن طريق power query هتلاقي اللي انكابل دلوقتي وهم video pqb04 وpqb04.5 وزي ما انت شايف دي محتويات folder ممكن اقوله transform عشان يفتح لي power query editor من power query editor على يمين خالص اسم query هو سمها load ده اسم folder تعالي ديها اسم كويس انا هسميها all sales وادوس على enter عشان نسميها ودي حراج زي ما انت شايف دي محتويات اللي موجودة جوه الفولدر 8 file او 8 csv files هنا محتوياتهم لو اخترت هنا ثاني وهكذا فانا هدفي ان احاول كلمة binary الى table فلما اقف حتة الفاضية على الجنب دي اشوف preview للdata في المنطقة اللي تحت دي وده بنعمله عن طريق function الفunction دي اسمها csv document ازاي اقدر اعملها لازم ازود لها custom column فهروح على add column اول ما هدوس عليها هيفتح الويندو ال default name هنا اسمه custom ممكن اغيره بس انا احسيبه زي ما هو وابدأ اكتب الفunction بتاعتي في المنطقة بتاعة الفورمولا وزي ما قلنا اسمها csv خد بالك ان الpower query case sensitive يعني csv ال c لازم تكون capital وبعد كده dot وبعد كده document ال d لازم تكون capital هنا في assistance هو كتب لي دني مساعدة لو ال version اللي عندك ما فيهش assistant ما فيهش مشكلة برضو ممكن تكتبها مظبوط يعني c capital d capital بعد كده افتح قوس عشان احط الparameters خد بالك الparameter المطلوب مني هو واحد بس فالحالة دي هتكون content اللي جواه كلمة binary فلما هعمل double click او ادوس على insert من هنا هتروح جوا المكان بتاع الفورمولا ممكن اقفل القوس على طول ولو بصيت تحت ممكن ادوس على اوكي هيديني column جديد اسمه custom وجواه table 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 لو اخترت بقى table من دول اي table هقف عليه هيديك تحت preview لل data ادي data بتاعت كل سنة من السنوات دي 2013 لو افتع لبعديها 2014 وهكذا ولكن خد بالك ان الهيدر في اول سطر وبعد كده سامي الهيدر column one column two column three انا مش عجباني انا عايز اخلي اول سطر دي يطلع فوق ويبقى الهيدر يعني اعمل او ترقية اعمل promote ل first line as a header ممكن اعملها من جوة نفس الفنكشن فلو روحت على يمين في add دي الخطوة تانية اللي هي add custom دي لو دست على الويل اللي موجودة جنبها حيفتح لي تاني الويندو بتاعة custom column ممكن قبل ما اكتب csv اكتب قبليها function تانية ظريفة جدا اسمها table dot promote headers double click عليها لو عملت قوسين قبل كلمة قبل الفنكشن بتاعة csv document ادي قوس وادي القوس التاني كده حطيت function قبل الفنكشن بتاعة csv dot document ممكن ارجع ادوس على اوكي عملت preview بقى دلوقتي تعالى نشوف ايه اللي هيحصل ادي اول صف بقى عبار عن الheaders انت كان حراك جاهز ده كل اللي انت محتاجه ممكن اختار الكلوم ده right click واقول remove other column بقى عندي بس زي محراك شايف عمود واحد اللي اسم custom وفي البيانات اللي انا محتاجها كلها بتاعت التمن سنين هروح هنا على expand button كلنا عارفينه من power query series ممكن افتح هنا وابدأ اعمل expansion متنساش تعمل unchecked the column as a prefix ومتاع نختار الكلوم زي احنا عايزينها بس cd ودي مش محتاجه segment مش محتاجه محتاج الباقي كله تعالى ندوس على اوكي هيعمل expansion زي ما احراك شايف كده هو متعالى نبص هتلاقي كل الheaders مكتوب جنبها abc123 abc123 معناها ايه معناها ان هو لسه مش عارف data types بس وانا مختار columns كلها زي ما حصل دلوقتي ممكن نروح على transform اول ما هدوس عليها هو الواحد وحيحاول يستنتج data types كلها واعتقد عملها كلها بشكل صحيح 123 123 123 دي معناها whole number فكام ده صح بالنسبة لكل الاكواد date لسه شايفه abc تعالى نشوف له حل دلوقتي quantity whole number صح discount تعرف ال percentage وزبط على طول تلقائي date ما فهموش ليه ما فهمش date لانا ماشي حراك زي ما انت شايف 18 1 2011 يعني اليوم الاول بعد كده الشهر وبعد كده السنة زي ما حراك شايف لكن default بتاع الادات اللي موجودة عندي على الجهاز بتاعي بيستخدم USA وده معناه انه بيحط الاول الشهر وبعد كده اليوم وبعد كده السنة فطبعا مش كل dates قدري ترجمها ان هي dates فحطها لك ABC ازي تغلب على المشكلة دي لو طلعت فوق من عند file هلاقي حاجة اسمها options and settings اختار query options من query options اختار regional settings هتلاح اسمها locale زي ما انت شايف انجليش united states انا محتاج حاجة تكون ماشية بنفس الترتيب بتاعي الي هو القصة دي ممكن ادوس على اوكي لو جيت هنا بعد كده اخترت هنا الايكون بتاع ABC ده وانت اخبر اخبر خلي هالي date وقال لي انت عايز تشتغع على نفس الخطوة بتاعت change type ولا عايز تزود خطوة جديدة لا انا عايز نفس الخطوة نشوف اللي حصل تمام شاف ها date انا او تمانية مليون صف كلهم موجودين تحت بعض اقدر اعمل loading هروح على home close and load close and load to هيفتح لي الويندوز الشهيرة بتاعة import data طب هاوديها فين دول تمانية مليون line ما اقدرش احطهم في table وانا مش عايز احطها في table report ولا chart ممكن اقول only create connection وحنزل على البوكس السحري بتاع add this data to the data model وعمل ودوس على اوكي واول ما هعمل كده هتلاقي queries and connection pane اللي على يمين فتحت وزي ما انت شايف عامل loading data وعمال يعد number of rows اللي بيعمل لها loading ونفس الكلام موجود هنا كاتب لك كلمة retrieving data وتمانية دي عدد الفائلات اللي هو يعمل منها retrieve فالدنيا ماشية وحيقعد يعد حوالي تمانية مليون row وشوية كده خلاص حصل loading ادي زي ما تشايف حوالي تمانية مليون row 7800 الف عندي كده جوه data model بتاعي table اللي في 8 فائلات مع بعض حصل لهم append جوه query ونت عمل لهم loading كلهم عشان اتفرج عليهم ممكن اروح على data ribbon data tools الايكون بتاع data model الاخضر الصغير ده لو دست عليه حيلانش الpower pivot window وحلاقي فعلا table الرابع اسمه all sales ولو وقفت عليه حتلاقي الكاونتر اللي تحت ده بص كده كم 7800 الف record او row زي ما انت شايف الديتا بتاعتي كلها في حتة واحدة لو رحت على diagram view ادي حركة 3 tables look up tables ودي all sales بقى عندي fact table او جدول معاملات واحد ودي الاعمدة اللي موجودة فيه دلوقتي عايز ابدأ اعمل modeling المodeling يعني احنا اتفقنا ان data model عبارة عن جداول مجموعة جداول وفي بينهم علاقات او روابط او relations لو قدرت اربط الجداول دي ببعض يبقى انا كده حصلت على تموضل كويس قوي ممكن استعمله عشان اعمل report بتاعي طيب دلوقتي تعال بقى نعمل موضوع star schema اللي اتفقنا عليه وتعال نحاول نفهم مع بعض يعني ايه star schema زي ما اتفقنا جدول المعاملات اللي حق شفتوا دلوقتي زي ما انتشايف فيه product ID وده مشترك مع product ID اللي موجود في جدول المعاملات وانا محتاج المعلومات اللي موجودة هنا اللي هو اسم product واسم category وال price يبقى عشان اقدر اجيب البيانات دي او اقدر اتعامل مع البيانات دي محتاج ان انا اعمل ربط ما بين product ID اللي موجود في جدول البحث واحد وجدول المعاملات وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت اعلاقة دي اسمها one to mini معناها ان product موجود مرة واحدة بس في جدول البحث ولكن موجود مرات كتيرة في جدول المعاملات وبالتالي الconnection هتمشي من جدول البحث هيكون هنا الone والنحية التانية احت السهم موجود الجدول التاني جدول والconnection اللي بينهم موجودة في الجدول المعاملات وموجودة في جدول البحث وزي ما اتفقنا في جدول البحث بيكون اسمه primary key لانه لا يسمح فيه بالتكرار وفي جدول المعاملات يسمح فيه بالتكرار وفي الحالة دي بنسميه foreign key وبالتالي الرابط هيكون بنفس الطريقة one to mini الone موجود في جدول البحث والميني موجود في جدول المعاملات من primary key هنروح لحد foreign key ادي الجدول التاني وادي جدول البحث رقم ثلاثة نفس الكلام محتاج بيانات الريجن محتاج اسم الريجن ولكن عندي الريجن ID مشترك ما بين الجدولين هنا primary key وهنا foreign key والعلاقة one two mini هتكون ماشية من جدول البحث الى جدول المعاملات يبقى عندي جدول واحد متربط بتلت جداول يعني بالزبط الشكل هيكون عامل كده ادي التلت جداول حوالين جدول المعاملات والعلاقة ماشية one two mini من كل جدول من جداول البحث الى جدول المعاملات وده اللي بنسميه star schema شبه النجمة لها مركز مطالع منها افرع كل فرع منها رايح على احد جداول البحث ده اللي بيسموه مخطط النجمة او star schema ده اللي محتاجين نروح نعمل ده الوقت حالا على الexcel فتعالا نبدأ ننشئ العلاقات اول حاجة نبدأ من على الشمال ادي region id هنسحب ونروح على جدول المعاملات ونروح على ال region زي ما اتفقنا ده جدول البحث الاولاني اللي موجود في ال region وده جدول المعاملات واده العلاقة بينهم one يرمز ليها برقم واحد وميني يرمز ليها بال الاستريك العلاقة التانية ممكن احطه هنا في الجنب عشان اوسع نفسي بعد كده ال channel هاخد channel id وحربطها بال channel id اللي موجودة هنا وحشد من هنا واروح اعلم على channel id وكده بينشئ زي ما احناك شاهد في العلاقة ادي علاقة التانية موجودة برضو one to mini ادي الواحد موجودة فوق والميني موجودة نحية جدول المعاملات ولو اخترت علمت على العلاقة دي هتلاقي هو channel id هو الرابط بين الجدولين العلاقة التالتة من جدول المنتجات او ال products هاخد product id وامشي بيها لغاية جدول المعاملات واسيب ايدي عشان انشئ العلاقة التالتة ونفس الكلام لو اخترتها ادي product id هو المشترك و ادي حركة مخطط النجمة او star schema كوناه وبالتالي انا كده عملت modeling قدرت اعمل تصميم لنموذج البيانات بشكل يسمح لي ان انا اقدر اكون تقارير بالشكل اللي انا عايزه طيب يلا بينا نعمل اول report طبعا زي ما اتفقنا ال data model لازم output بتاعه يكون موجود جوه pivot table اقدر عطول من هنا اختار pivot table من جوه power pivot window هدوس على طول على pivot table هيروح يوديك على ال window الطبيعية بتاع ال excel وهيقول لي عايزها في new work sheet اعتقد اه افضل new work sheet فهدوس على اوكي اعمل sheet جديدة وعملك pivot table 1 تعال ندي اسم لل sheet ده وانا لكم مسلا اسميها report وتعال ندي اسم لل pivot table هو اداله by default pivot table 1 عايز اديله اسم مفيش مشكلة هقف عليه واروح على pivot table analyze وعلى الشمال pivot table name ممكن اديله اسم ومتعا نعمل تقرير وليكن مثلا sales quantity sales q وده نحن خليه by product و category ومتعال نكون report مع بعض على يمين ادي pivot table field list زي ما انت شايف اربع جداول المرة دي اول جدول اسمه all sales ده جدول المعاملات ودي ثلاث جداول البحث طبعا اول حاجة محتاج اروح على جداول البحث عشان ابدأ اشكل report بتاعي هاختار product ودي كل options الموجودة او كل fields الموجودة فاول حاجة اخد category احطها في rose تعالي نحط تحت category كمان product وتعالي نروح على all sales اللي فيها المعاملات ونختار quantity ونحطها في value واول ما هحطها في value على طول هينشئ report حرك متخيل السرعة اللي انا شغال بيها دول 10 مليون رو وقدرت اعمل report بتاعي بال category وكمان بال product تحت كل category انا محتاج subtotal في الحتة دي مفيش مشكلة روح على design روح على subtotals اختار show all subtotals at top of the group فقادي عندك subtotal عايز اعمل number formatting اختار اي cell جوه الفيلد right click number format zero decimal places و1000 separator تعالي نرجع بقى تاني على data model ونشوف هو جاب منين sum of quantity تعالي نروح على data view تعالي نروح على all sales اللي احنا كنا لسه بنعمل منها report وتعالي نختار من حاجة اسمها من ميز اللي فوق نروح على advanced هنلاقي اسمها show implicit measure بص كده هتلاقي تحت فيه ايه في measure grad هتلاقي فيه measure اسمه sum of quantity وهو ده بالزبط اللي حراك ظهرلك في الheader هنا بتاع pivot table طب ايه حكاية الimplicit measure ده لو انا اخترته وروحت على home وروح على الحت بتاعت الformatting وكمان لو روحت على formula bar هتلاقيها معمولة بالgray يعني كمان ماقدرش اعمل فيها edit فمشكلة المجر ده هو ده عبارة عن measure بس الexcel انشأه بشكل automatic لكن انا ماقدرش اغير فيه ماقدرش اعمله formatting وهيفضل دايما اسمه body fault اللي بدي pivot table زي sum of quantity طب لو انا عايز اعمل المجر بتاعي عايز اديله الاسم اللي انا عايزه وكمان اعمله formatting اللي انا محتاجه اعمل ايه اعمل انا حاجة اسمها explicit measure يعني ده اسمه implicit يعني ضمني بيتعامل اول مستخدم الفيتشر الموجودة في pivot table بيتكون بشكل تلقائي ولكن انا بكتبه بادية زي المرة اللي بيعتبر explicit major طب نعمل نفس المجر ده ولكن نعمله explicit يلا نكتب اول حاجة ندي اسم زي مرة اللي فاتت وانا اي حتة في المجر جرد حدي اسم هسميه total quantity لاحظ جيت اكتب مفيش حاجة حصلت هنا كل الكتابة حصلت فوق في formula bar بعد مخلص الاسم نقطتين معناها الاسم خلص وبعد كده equal يلا نكتب المجر وابدأ اكتب sum معادلة زي بتاعة الاسسل بالزبط واعمل tab انا محتاج ادينه اسم table واسم عمود او ممكن على طول اروح اختار الكلوم الاسم quantity لو اخترته هيديني ال full name ادي all sales اسم table واد اسم الكلوم او اسم العمود اللي هو quantity وتعالى نقفل القوس وندوس على enter انزل تحت خلاص ادي المجر بتاعك اتكون الوقت بقى ممكن اروح على formatting اشغال معاك زي full الفورمات ممكن اقول والله ده whole number وممكن استعمل thousand separator فزي ما حراك شايف كده خلاص عملت formatting الرقم اللي بيظهر لي هنا هو الاجمالي العام اجمالي التابل بالكامل 33 مليون 216 لكن التقسيمات اللي موجودة في ال pivot table هتشتغل معايا بشكل هايل جدا من غير اي مشاكل فين المجر دلوقتي موجود في all sales موجود تحت خالص هتلاقي اسمه total quantity ابلي fx دي معناها ان ده measure او معادلة ممكن احطها في ال values واروح اتفرج على ال pivot table خد بالك جالك بالعنوان اللي انت عايزه total quantity كمان number formatting بتاعه حصل بشكل هايل جدا طب انا مش محتاج دلوقتي ممكن اشيله اول حاجة اصلا ممكن اشيله من هنا في اختفي من الجدول ولكن لو عايز اتخلص منه تماما ممكن اروح هنا واعمل delete اقف اختار delete وهكتب delete delete from model اقول delete مفيش مشكلة اعتقد انا مش محتاجه في اي حاجة يبقى انا اي total عايز اعمله يفضل بنسبة 100% حق تعمله بنفسك ويبقى اسمه explicit measure تديره الاسم اللي انت عايزه وتعمل number formatting اللي انت عايزه وهو ده الفرق بين implicit و explicit measure تعال طيب نحاول نعمل تقرير تاني المرة انا محتاج اعمل تقرير بالسنوات انا السنوات كلها صحيحة على بعض خد بالك انا عندي dates مفيش مشكلة ممكن استخدمها عشان اعمل تقرير بالسنة ولكن ممكن اضيف column وحط في السنة فانا واقف هنا حضرتك ممكن اعمل double click على column دي خد بالك دايما موجود column حتى لما اضيف column يحط لك جنبها وحط اعمل double click على column وابدأ ادي اسم للك column ده وهيسم year وبعدين ادوس enter اول ما هدوس enter هيوديني automatic على formula bar وابدأ اكتب المعادلة بتاعتي عشان انشئ عمود جديد معادلة بالزبط زي الاسل اسمها معادلة year وهدف هنها فلت خوز بتاعي و dost enter هتلاقي هنا عمود جديد اتكون وفي ارقام السنوات من اول 2011 لحد 2018 اقدر بعد كده اروح على pivot table بتاعي هتلاقي field جديد اسمه year اقدر بعد كده استخدم year في اي pivot table انا عايزه انا ممكن اعمل حاجة ضريفة جدا اعمل right click وقول لو رحت على slicer خليها 2 column بدل ما هو column 1 ويممكن اعمل resize وقادي قدامي المبيعات زي ما حراك شايف وممكن اختار السنة ادي سنة 2011 2012 2014 2014 مش انا تخيل قد اي 10 مليون رو قادر اقلب فيهم بهذه السرعة وبهذه البساطة عن طريق slicer وعن طريق pivot table دلوقتي ريبورت total quantity دي حاجة ضريفة كمان محتاج ازود حاجة كمان وهو عدد المعاملات لكل category او لكل حاجة من الحاجات الموجودة هنا فمحتاج ان اعمل measure ثاني طيب اعمل ازاي measure الثاني ممكن اروح زي ما عملنا المرة اللي فاتت اروح على measure grad وازود هنا measure او معادلة جديدة بس measures لو دست عليها السهم التحت ستجد new measure او manage measures لو قلت new measure سيفتح لك على طول الويندوز الظريفة دي ممكن ابدأ active فيها على طول measure بتاعي خد بالك فوق اول حاجة باختار table خلينا احط كل المعادلات بتاعتي في all sales فاختار table all sales اددك default name اسمه measure one فممكن ادي له اسم يكون اشيك من كده فممكن اسميه مثلا number underscore transactions مثلا ممكن كمان مكان ادي فيه description لو عايز اوصف هعمل ايه بالزبط وهنا على طول ابدأ اكتب الفومولة بتاعتي طبعا مختلفة شوية هناك تبقى اكتب الاسم وبعد نقطتين واقل هنا على طول ببدأ اكتب من اول اقل لاني مدي تشوف بشكل احسن طيب هاستخدم معادلة اسمها معادلة count بالزبط زي اللي في الاسسل ادك ادي في count وcount a وcount ax وcount blank انا عايز count بس double click فتح لي القوس نفس الكلام ممكن اعد اي حاجة فيها ارقام انسب حاجة هي all sales quantity او الcolumn اللي اسمه quantity جوه الtable بالاسم all sales لو عملت عليه double click خلاص دخله لك جوه المعادلة بتاعتك واتعال نقفل القوس بعد كده فيه زوار ضريف اوي اسم check formula لو دست على check formula هقولك اذا كان عندك ارر لا فانت امورك تمام ولو نزل تحت شوية ادي من هنا formatting نفس الكلام ده number ممكن اختاره على طول whole number واختار seven separator ودوس على okay وحتلاقي measure carry it تنزل تحت adfx number of transaction ممكن ازوده هنا فبعند حركة نهو كده نوعين من measures number of transaction ويقادي عندك quantity طيب تفتكر بس انا pivot table ده هو اللي شغال معايا يعني انا لو عملت pivot table جديد وعايز اعمل تقرير بشكل تاني هل مش هقدر استخدم المعادلات دي اقدر احاك لا طبعا هقدر تستخدم ها وتعال نجرب الكلام ده مع بعض ممكن نقف اي حتة فاضية هنا واروح على insert وي من insert اقول pivot table عشان انا مش مختار اي data جو الexcel sheet لوحد وفهم ان انا محتاج استخدم data model ومعلم لي use this workbook data model we existing work sheet وتعال نقول اوك ادي pivot table تاني اتكاريت تعال نعمل المراد report by channel كمان يكون مع channel نحط فيها region من table بتاع channel اختار channel name وحط في rose اعمال لك list channel واختار من region وحط تحت channel فادي door to door مثلا او channel وتحت ها كل regions والkey accounts وتحت كل الري وهكذا وآدي حضرتك المعادلات بتاعتك من all sales total quantity number of transactions تعال نقف هنا design subtotals show subtotals at top طيب slicer بنقلب بيقلب بس في الجدول اللي على الشمال طب عايزه كمان يشتغل على الجدول ده كمان او pivot table ده وانا مختار slicer هروح على المينيو بتاعت slicer report connection آدي اسامي pivot tables كلها انت معلم على اول واحد علم على التاني كمان وقول له اوكي بقى عندك اثنين pivot table شغالين بنفس slicer الظريف بتاعك طب هل ممكن ازود measure كمان آه ممكن ازود measure كمان ظريف بالمعلومات اللي موجودة عندنا وهو متوسط quantity بالنسبة لكل معاملة يعني كل بيعة ببيعة فيها كم قطعة تقريبا من كل بقى مكان تاني لو اخترت ال table او اي table وعملت right click ممكن اقول له add measure وهيفتح نفس window تاني المرة عارف ان انا جوه all sales نديله اسم average q متعال نكتب مع بعض الفورمولة الفورمولة هي بس عبارة ان انا اقسم two measures على بعض يعني هاخد measure الاولاني اللي احنا عملنا اللي هو total quantity والmeasure التاني number of transaction واسمهم على بعض ممكن استخدم measure جوه measure وده اللي احامل الوقتي حالا فممكن اجيه بالmeasure الاولين اللي هو total quantity فعشان ابدأ على طول اروح على measures لو عملت square bracket هيجيب لك اسامي المasure اول حاجة هو fx number of transaction total quantity انا محتاج total quantity double click مع كده اقسم على افتح ثاني check tax ما عندكش مشكلة no error طيب number format المرة دي ممكن يبقى decimal وممكن احط اثنين decimal places ادوس على اوكي ادي المasure الجديد اسمه average quantity لو زودته هنا ممكن اروح على pivot table التاني واروح على all sales برضو وزود average quantity ادي اتنين reports بتوعك واحد شغال على category و product والتاني شغال بايسر واحد انا بشتغل بمنتهى السرعة والبساطة ومعنديش اي مشكلة خالص رغم زي ما اتفقنا في جوه 10 مليون رو بشتغل عليهم من الديتا وقبل ننهي الفيديو تعال نشوف ازاي ممكن نزود سنة 2019 و2020 على التقنير بتاعنا ومجرد اعمل refresh كل حاجة يحصل لها update بشكل تلقائي ده الفولدر اللي شفنا في الاول فيه 8 csv فايل 8 سنوات من 11 لغاية 18 وده الفايلين الجداد بتاع 2019 و2020 انا هاختارهم ctrl x اعمل لهم cut واروح على الفولدر الجديد ctrl v عشان اعمل paste وخلاص كده انا اعملت كل المطلوب مني اعمله فاضل بس اعمل refresh يعني كل اللي عملته اخدت الفايلين بتوع 19 و20 وحطتهم جوا نفس الفولدر اللي اشتغلنا عليه في الاول خالص ونحن نعمل query هروح على data هلاقي حاجة اسمها refresh all لو دست على refresh all هيحصل refresh لكل حاجة data model هيحصل refresh query هيحصل ال refresh كمان ال 2 pivot table هيحصل لهم refresh طبعا ده هياخد وقت بدأ هنا يكتب لي retrieving data هياخد مش اقل من انتهت 4 دقايق لانه هيشتغل هيعمل reloading تاني لل 8 مليون رو وعليهم ال 2 مليون اللي جايين من السنتين الجوداد كده خلاص reloading خلص بص معي على slicer هتلاقي 2019 و2020 جرب معي 2019 موجودة بتاعتها ما فيش مشاكل 2020 شغالة معاك نفس الكلام بص معي 9.890 تقريبا 10 مليون رو وريبورت شغال معاك بسرعة جدا من غير اي مشاكل قبل ما نقفل الفيديو تعال نبص على حجم الفايل اللي الوقتي بيتحكم فيه 10 مليون رو زي ما احنا شايفين لو تفتكر في الاول قلنا ان حجم الديتا الموجودة اكتر من 300 ميجا اللي هم كانوا تمانية فايلات لما نحط حوالي 400 ميجا لكن بص حجم الفايل انت شغال عليه الاسل كام حوالي 16 ميجا في الموضل بتاعك بالكامل التقارير كل ده بس في 16 ميجا الفايل بيفتح ويقفل المنتهى السهولة وده احد اهم مميزات النهار ده شفتنا موضوعات كتير اتكلمنا على استخراج البيانات لمصادر مختلفة وشفنا power query شفنا 10 مليون روم للبيانات شفنا وازاي بنعملها ومعناها ايه وازاي بتشتغل شفنا شفنا 3 معادلات داكس اكتشو هم 4 مش 3 لانا كمان شفنا معادلات يير اللي برضو شاه معادلات الاسل وكمان شفنا انا ممكن اكتب معادلات داكس في اكتر من مكان سواء جوة power pivot window او جوة الاسل window العادية بكده نكون بصنا هات الفيديو لو لسه ما شترك في القناة ما سمحت اشترك اعمالك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق هنا هتلاقي لينكات لبعض الفيديو المهمة منهم الفيديو الاول في السلسلة كمان هتلاقي لينك لسلسلة power query ولينك تاني لسلسلة pivot tables شكرا جدا لوقتكو وارجد كونوا استفدتو واشوفكو في الفيديو الجاي السلام ورحمة الله وبركاته